تشفى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب عن إجراء محادثات مع تركيا لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتأمين احتياجات العراقي من المياه ذياب أكد وجود تنسيق مع انقرة ودمشق لضمان عودة مستوى المياه في دجلة والفرات إلى وضعها الطبيعية هذا فيما يرى خبراء ومراقمون أن الإهمال الحكومي وعدم الاستفادة من المياه زائدة في الشتاء ساهم بشح المياه في فصل الصيف